موسيقى مرحبا أولا نخبركم مسبقا بالخبر الصار في ألمانيا لا توجد رسوم دراسية في الجامعات الحكومية ومع ذلك فهناك بعض التكاليف المادية الأخرى والتي من خلال دفعها على سبيل المثال يتمكن الطالب من الاستخدام المجاني للحافلات والقطارات بالإضافة إلى وجبات الطعام المخفضة في مطعم الطلاب الجامعي والتي غالبا ما يشار إليها برسوم الفصل الدراسي وهل هناك تكاليف أخرى؟ نعم هناك تكاليف إيجار السكن وتكاليف الوجبات الغذائية والهوايات السينما أو قضاء أمسية مع التصدقاء يوجد في العديد من الجامعات أيضا عروض كبيرة لممارسة الرياضة فمقابل رسوم رمزية يمكن للمرء الاشتراك بدورات رياضية غريبة كالرياضة الكاياك وهي قوارب صغيرة وحادية الراكب أو رياضة الحلقات الهلهب ولكن هناك أيضا أنماط رياضية شائعة أخرى مثل كرة القدم وركوب الدراجات والرقص يمكن للمرء القول باختصار بأنه لا يوجد بلد آخر في العالم يقدم لطلابه مثل هذه الفرص الكبيرة للالتحاق بالدراسة في الجامعة اشتركوا في القناة